اشتركوا في القناة كل حاجة هلاقيها سهلة بالنسبالي ومتعلم دها لازم اعلمها لكم تعالي معايا وبحاجات بسيطة والتكاليف قليلة جدا جدا ممكن تلمع الفضة في البيت اهمها البيكربونات هتقول ايه البيكربونات دي ايه وبتتجاج من ايه حبة صغيرة من عند العطار بخمسة جنيه بس وورق فويل وكمان مناديل وماية مغلية وتعالي معايا اوريكي ازاي ان هننظفها ونلمحها بفترة قليلة جدا تعالي معايا طبت حاجة الفضة زي ما انتم شايفين والسلسلة بتاعتي شوفوا مطفية او ازاي انا كل اسبوعين بحاول الم معهم ادي السلسلة وادي الخواتر بتاعتي برضو هحاول الم معها قدامكم شوفوا شكلها يعمل ازاي وهتبقى عاملة ازاي تعالي بقى هقولك على طريقة سهلة جدا اولها البيكربونات الماية المغلية اها وعادي ورق فويل احطه كده كالببولة شايفة كده البولة اها نحط ورق الفويل واحط كده واقوم حتى حاجاتي الفضة صبات كده اوكي تمام؟ همسك البيكربونات زي ما انت شايفة كده واقاملها كده وافرق بيها الخاتم بتاعي جبت حتي زي ما انت شايفة كده بالشكل ده وافرقها كلها كلها بالشكل ده حتى السلسلة القلب من بره ومن جوه كده شوفي عاملة ازاي ليه بقى؟ علشان لو فيها اي حاجة هتتزال اوكي؟ اوكي؟ كده اخليكي معايا كله والخاتم برده من بره ومن جوه اخلي بالك عشان الخاتم فيه في قلبي فصوص عشان تلمع بره والخاتم الاخير خلاص كده؟ اهو خلاص كده انا عملتهم كلهم بالبيكربونات هنعمل ايه بقى تاني؟ هجيب بقى بص التكاية دي حبيت الماء المغلية شوفيه بتفور ازاي؟ وهي ربع ساعة بالزبط نزبها بالشكل ده في البيكربونات وهتتخيلوا بقى كم الحاجات اللي هتنزل منها هتبقى فضيعة طبعا مش هحطي ايدي لان الماء مغلية يا جماعة مغلية بس هتشوف الفضة هيبقى شكلها ايه؟ وربع ساعة ونرجع لها بعد ما اصبتها تقريبا ربع ساعة واكتر بصوا بقى شكلها انا لسه ملضفتها اش بص شوفوا بقى ما تنضف انا بقى ايه؟ بصي عليك ان انت تحكمي بقى هيبقى شكلها ايه؟ تشوف اللمع اللي هي فيها بصي والفص طبعا انت هتنضفيه من بره ومن جوه بيخرج منها ايه؟ بصي كان فيها ايه؟ بصي كل ده البيكربونات مع الماء المغلية لما سبته ربع ساعة بس تفعله ازاي؟ بصي بصي لفص الاعمل ازاي؟ وشوفي تاني كمان يا سلام بقى لو في قطن كمان بس انا بقى يعني ايه؟ كش بيقول لك تصرف انا كان عندي الملدين يا المدفوف انو توفرها حالية فبصي انا عملت ايه؟ كل ده اي حاجة فيه؟ بصي اي حاجة رجع كأنه جديد زي الاولي واحسن بصي شكله تحفظ ازاي؟ شوف التاني بقى كمان الله وحفة الله والله يرجع جديد شوف تحفظ ازاي؟ ميفرشة باينة كانت مطفية خالص الله شوفت الخاتم؟ تحفظ ازاي؟ جميل نشوف بقى كمان اعمل حاجة من قلب ده لانه كان مطفي جدا جدا الله بصتي برضه؟ ما شاء الله سلسلة هحاول بقى برضه عملها كده قوي يا خبر شوف صفار ينزل منها حاجة كده عم نزل صفار ممكن يكون قصر ميكياج قصر برفان من جوه القلب بقى برضه بصي في القلب بيطلع منه ايه؟ شايفة؟ شايفة؟ كل ده كان جواه ده القلب كان شايف كتير بس ايه رأيكم؟ فل شامة عم نوره الله علي والله شوفته؟ اي حاجة اي حاجة بعرفة بقوليها لكم ازاي؟ اهو السلسلة رجعت احلى من الاول بشوف النظافة والجمال ولا تقوليه بقى تنظيفة عند راجل وتروحي تتكلفة قد كده؟ انا كنت الاول الاول بوجيها كل فترة للراجل وبكسل برضه بيني وبينكم اهو شوف يتوحفة ازاي؟ شوف اللمع اللي هي فيها؟ وهصورلك برضه وتقوليلي رأيك ايه رأيك فيها؟ في الاول وفي الاخر وعلى فكرة على فكرة انت لازم تتعلمي ازاي ان انت تعملي كل حاجة بنفسك؟ طبعا بالصور اللي انا هوريهالك هتعرفي فيه فرق كبير بين الخواتب وبين السلسلة في الاول من الاول وبعدها دي حاجة حاجة التانية انا مبارح للمعمرة الماريالة جالي تعليقات حلوة جدا طبعا انا بشكر كل اللي بيدعمني سواء بلايط او بكلمة حلوة في التعليقات والكومنتات دي بتبقى هي همزة الواصل ما بيني وما بينكم بفرح جدا لما اي حد يعلق بكلمة كويسة او حتى وعشة بشكركم جدا على تعليقاتكم وخاصتهم ساز احمد عبدو اللي بصراحة ما بيفوتش اي فيديو الا ما بيعلق وبيقول على حد وكمان احمد ابو ظهر بشكره جدا ان هو بيدعمني من اول ما فتحت القناة وبيساعدني كتير فيها وكمان استاذ مجد العمولي برضو كل فيديو بالوقتي يعني بيعلقلي عليه وبيشوفه وبيدعم ومعظم اللي بيعلقولي بشكرهم جدا على دعمهم وبفرح اول باللايكات واي كومنت اي كومنت مهما ان كان بيدعمني ويشجعني ويخاليني اسمار طبعا بشكركم جدا جدا كل عائلة التانية بشكر على دعمكم معايا ويحبكم في الله جميعا ويبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة